السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدين الكرام في هذه الحلقة الجد مهمة هذه الحلقة سوف تكون جد مختصرة لأنني سوف أحدث على آخر تصريحات المرياردير بيل جيتز بيل جيتز هو مالك شركة مايكروسوفت وهذا شخص بديه علاقات مع أناس في جميع أنحاء العالم هذا الشخص الذي يخرج بعض المرات بتصريحات جد متيرة سوف نتحدث على آخر تصريحاته فكما تعلمون العالم وأمريكا على الخصوص تمر تقريبا منذ ثلاث سنوات بفترة وباء هذه الفترة التي ربما اقتربت من نهايتها وبدأ التفكير في العودة إلى الحياة الطبيعية لأن هناك العديد من الناس الذين تعبوا وملوا من هذا الأمر أمر الوباء وتأثيرته الاقتصادية والاجتماعية والسياسية على العديد من البلدان وعلى العديد من الأشخاص في جميع أنحاء العالم هناك العديد من الناس الذين فقدوا بعض أفراد أسرهم نسبة الوفيات وصلت هنا فقط في الولايات المتحدة الأمريكية لتسعمائة ألف يعني شخص فما بالك على الصعيد العالمي فكما قلت هناك يعني إحساس بأنه ربما سنة الفين وعشرين سوف تكون بداية نهاية يعني وباء كورونا لكن مع كامل الأسف نتمنى أن هذا الأمر الذي سوف يتحدث عليه لن يقع لكن يجب أخذه بعيني الاعتبار سوف أبيلكم هذا الأمر في نهاية هذا الفيديو قبل اليومين سوف يطل بيل جيتس وليخبرنا بأنه مع كامل الأسف وهذه من الأمور المضحكة أنه هناك وباء قادم جدا في الأشهر أو السنوات المقبلة لم يحدد لكن قال أنه راند كورو يعني قريب جدا بالنسبة إلينا فبيل جيتس أعلن في مؤتمر في ميونيخ للأمن السنوي أن تقدم التكنولوجيا الطبية يجب أن تساعد العالم على القيام بأفضل لمكافحة الوباء الجديد مذكرا بضرورة الاستثمار من الآن والتحضير لمواجهته بيل جيتس أضاف أن الآطار السلبية لفيروس كورونا قد تلاشت لأن أعداد كبيرة من سكان العالم يكتسبوا مناعة جيدة لذلك لاحظنا تضاؤل في شدة متحور أوميكرون الذي ضرب الولايات المتحدة الأمريكا وغزى بعض مناطق العالم في نهاية السنة الماضية وبداية هذه السنة بمعنى أن بيل جيتس يقول لنا حرفيا أنه يجب علينا أن ننتظر وباء قادما عن قريب البطرير من سكان العالم اعيص لذلك يستطيع أن تشهد بعض الهندسي بشكل ويستطيع أن تشهد أن نظر وباء قادما عن القارب لعض أيضًا أطفال بالطبع عضل أمر أطار عديدة من التساؤلات كيف يعقل لشخص لا علاقة له بالمجال الطبي أو المجال العلمي أن يتحدث في هذا الأمر فهناك العديد من النشاطاء في جميع أنحاء العالم يقالوا بأنه لا يجب الاستماع لشخص بعيد على هذا الأمر لكن شخصيا أريد أن أؤكد أن هذا الشخص بالرغم من أنه ليست لديه خبرة في الطب وليست لديه خبرة في العلوم لكن أعتقد أن هذا الشخص هو واجهة للحديد على بعض المخططات التي يتم تخططها في الحديقة الخلفية للعالم نجب أن نتذكر أن هذا الشخص في سنة 2014 كان قد توقع بوباء سوف يضرب العالم وبالطبع هذا الوباء سوف يقع بعد 5 سنوات من تصريحه أنذاك وهو وباء كورونا الآن بير جيتز يظهر مرة أخرى في مؤتمر دولي في ميونيخ بألمانيا ويتحدد على أنه يجب الاستعداد من الآن والاستثمر من الآن وتوفير اللقاحة من الآن لوباء قادم لكم التعليق على هذا الأمر سوف أترككم في نهاية هذا الفيديو مع حديد أو كلمة بيل جيتز في هذا المؤتمر لكم الحكم على هذا الأمر هل تعتقدون أنه ربما سوف يكون هناك وباء جديد لا قدر الله أما أنه هذا فقط يعني مجرد كلام شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته